معكم اخوكم كرار في شهر الجديد طبعا ليه وشهر هنا يتناول اه كيفية اه توفير مساحة على الذاكرة الداخلية عن طريق برنامج اه تو اس دي طبعا برنامج شغلت الشباب يحاولين الذاكرة الداخلية العشوائية على الذاكرة الرام الخارجية يعني شغلت ايدي هنا مساحة انه نصب برامج لالعاب اه تلقائيا راح يكون مكان تخزين هو الرام بدال بالذاكرة الداخلية طبعا شباب البرنامج يحتاج روت اه الشغل كله يحتاج روت لازم اعدكم روت على الجهاز اه طبعا هذا البرنامج اكس بوست انسو طبعا هو هذا البرنامج اللي نحتاج ايضا بالشغل نفتح البرنامج اول شي اه نروح الوحطات النمطية هنا نعمل صح نحط صح على اه تؤذي اللي هو البرنامج حتى يتفعل عندنا اه ثم نفتح البرنامج طبعا اه البرنامج كما تلاحظون منطق اه مناطق التخزين عندك وغيره من حافظات اه طبعا احنا راح نختار اه حافظة يعني هذا نختاره ونختار رجوع حتى نحدد هسا انا مختار الرام تقريبا اللي هو هذا الحافظة كما تلاحظون نسا عندنا هنا هاي الذاكرة الداخلية انا اضع حولها الى الرام اه اكس دي اكس دي اكس استكار طبعا نختاره ثم نروح فرضا انا راح اختار تحميل هاي الحافظة اعطي سليكت اي نوع اضع عندنا نوع حافظة كما تلاحظون صار قديم مسار التخزين هادا اه طبعا هسا نقدر نصب اي ورنامج او تطبيق راح يروح داشرة عليه يعني مثلا اه نفتح مدين الملفات نختار الحافظة اللي بيها اخوان نروح الثنين ذاكرة نختار برامج برضا اي تطبيق عندي نبضي تنصيب وهاي الحالة شباب راح يروح البرنامج تلقائيا اه الى الاس دي كارد يعني الى رام اي طبعا ها برنامج شباب سهل وبسيط وحلو يوفر لنا بساحة نقدر نخلي تخزين الافلام والصور وغيرها من امور والبرنامج لعب ايضا اي طبعا شباب بعد ما يتنصب البرنامج او اللعبة راح يكون مكان مباشرة عن رام وهذا الاداء راح يكون عندنا توفير بساحة داخل داخلية طبعا شباب الشرح بسيط ويا رب يكون اي عجبكم الشرح ولا تستعمل لايك وسبسكرايب على القناة وراح تركو رابط تحميل الفيديو اسفل الوصف وراح وصفتها يستفسار ولا تستعملوا متابعتنا المدونة والبيج التكنولوجيا حرة في امان الله شباب في الشرح الجديد ترجمة نانسي قنقر